اشتغلت معامي انا لازم اعافة عند المنطقة بتاعة الزعيم عادل امام طبعا الحقيقة لان انا ليه تجربة معا وحيدة يعني وكت من اسعى التجاربي في حياتي الحقيقة ايه احساسك بقى وانت اول يوم تصويق او اما قالوا لك انت مع عادل امام هي صدفة اصلا اساسا اصلا موضوع جيد تكل حياتك صدفة اقمى عشان كده ربنا بيكرمنا يا سبحان الله يا ربي لا تلو حسبنا نوع لا او انا كنت خلاص كان محمد امام كان مكلمني على مسلسل لمع القط ايوا وكلموني الانتاج وتمام وقالوا لي تعالى الشركة استلم الورق حال تمام فجال لي تليفون من الشركة تعالى اخد الورق ايه فانا رايح اخد ورق لمع القط ايوا ما عنديش اي مشكلة اخالي الصراح مبسوط جدا ايه طب فلاقيت السكرتير اللي برا في الشركة بيديني ورق ومكتوب عليه اه عفريت عدل علام الزعيم عدل امام استاذ مصطفى بسيط فانت قلت له انت اكيد غلطاء فقلت له خد الورق والله العزيز فقلت له خد الورق ده انا بتعلم علقوتي انا لسه ما وصلتش انا مع الزعيم الصغير لسه مش مع الزعيم الكي فقل لي لا ده ده مبعوط لك انت ده استاذ رامي امام قال لي انا فقلت له انت متأكد قبل ما افتح الزرف عشان انا خايف انا خايف قبل ما افتح الزرف ده تمام قال لي اه طيب قال لي استاذ بيقول لك يقرأ وشوف يعني قلت له اقرأ ايه انا مش هفتح الزرف اقرأ ايه انا موافق انا تمام قال لي لا لسه بس شوف بس ويقرأ عشان الدور قلت له دور ايه هات الالم اهو انا تمام خلاص انا كفاءة ان انا يعني بالزبط طبعا فانزلت بعد ما نزلت مسك الورقة كده عارفة اللي هو مش مصدق ده بجد ولا وما خدتش ورقة لمع القط ما دونيش ورقة لمع القط فقولت يمكن هما قصدوهم الزعيم هنا وخلاص يعني هما عايزيني هنا يمكن وخلاص بعد كده بقى جالي لمع القط فبسطت جدا فخدت ورقة الزعيم وقريت وكله اه تجربتك با لما قابلته في الستوديو كان اول يوم تصوير واول حاجة في المسلسل واول كل حاجة ينهر ابيان وما فيش غير انا والاستاذ في اللوكيشن ينهر ابيان بقى صعب كل حاجة انا اصلا ما دمتش قابليها باسبوع من ساعة ما جيل ورق عشان ابقى صريح انا من ساعة ما جيل ورق وانا مش عارف هنا طبعا ليه انت رايح برضو في مكانة تانية ومكان تاني طبعا التعامل تاني وطبع نزل رامي امام قصة تانية وخايف طبعا انا برضو اسلوبنا احنا ماي هنروح فين بس فاول ما روحت بقى اللوكيشن هو الاستاذ كان بيندهني باسم الشخصية لا باسم الشخصية وهو كان متعرف علي قبل كده في السحل وحاجات فانا روحت هو مع يعني ايه انا بخاف جدا يعني انا مبحبش ادخل فحاجة ما بروح اقعد على جنب واشتغل اللي هيجي يقول لي يلا دلوقتي يلا دلوقتي امشي دلوقتي امشي دلوقتي فرايح مربوب جدا فهو اول ما دخل برضو استاذ يعني طبعا فاما هزر معي طبعا فخلاص انا بقى تمام خلاص انا الموضوع بالنسبة لي ايه الاستاذ بيهزر معاك فانت هتعمل ايه خلاص اشتغل وانت ساكب بقى فابتديني واحدة واحدة ايه يندهلي باسم الشخصية لغاية في نص اليوم ابتدى يقول لي يا مصطفى فخلاص انا بالنسبة لي ايه حبيني كده اه طبعا فابتديت اتعامل بقى على اساس ده لان انا اسبوع كامل معاك انا هو اسبوع كامل في اللوكيش اه طبعا فانا كل يوم هشوفه فانا لازم اتعامل معاك حتى والسرامي ايه قال له بسيط يا رئيس حضرتك عارفه من السحل قال لي مش فاكرك روح يلبس لبس السحل معنى ما شاء الله زاكرته حديدية ما شاء الله الله اكبر طبعا الاستاذ اللي ما وقفش قدامه فاته كتير طبعا انسانيا يعني حتى هاخد منك بس دقيقة لما انا عملت معاك الزعيم رحت لقيت الدور صغير استصغرت الدور يعني كنت بعمل بطولات في المسرح وكده بس قلت لا انا هقوم بالتجربة دي كي اتعلم انسانيا من الاستاذ عادل امام ده حقيقا وفعلا اتعلمت كتير وفدتني الحكاية دي يعني هو شخصية جميلة جدا مش احنا يعني مش انا طبعا ربنا نديه الصحة طبعا ربنا يكرمنا ونقف انا كنت بسافر دولة عربية يقولي سلميلي على عادل امام احنا كنا بنسافر مع مهرجانات وحاجات تبع الجامعة وكده محدش عارفنا احنا ممثلين محدش عارفنا يعني بس ممثلين جامعة وكده بيقولولنا الزعيم عامل ايه ايوة فاصلا بتديكي احساس كده ان انت كممثلة فيه فخر كده طبعا ان الزعيم بيتسيل عليه في كل حتة وانت واحدة مش معروفة طبعا يعني هم بيحبونا عشان الزعيم بعد كده بيحبونا احنا بنعمل ايه بقى يعني اي مصري حتى لو مش ممثل موجود برا في الكويت في الاردن في اي حتة سلمونا على عادل امام هما بالنسبة لهم المصريين كلهم عادل امام دي ايمة الفن ده حقيق والفنان ده حقيق المحبوب المؤسر المؤسر ده حقيق السفير لبلده طبعا لانه انا تعلمت من الاساسات الكبار ان احنا سفراء لبلدنا خصوصا لما بنبقى خارج الوطن يعني اوان